ممكن تقول الدعاء ده تقول ايه؟ يا رب إني أعلم أنك تنظر إلي وأنك تجعل علاقات مع الناس محل نظرك فاللهم إني أسألك أن تنور بصيرتي حتى تجعلني كلما تعاملت مع عبد من عبادك أراه في حماك وأراه في أمنك فأدخل معه في أمنك حتى نسعد بحضرتك يا جميل يا ودود يا لطيف يا سادة احنا دايما مع بعض بنرجو أن احنا نكون في حما مولانا سبحانه وتعالى ونعيش في رضاه ونعيش في وده ونعيش في لطفه ونعيش في كرمه وهو سبحانه وتعالى مش هيخذنا أبدا يلا شمروا ساعة الجد وارجعوا لودكم تاني وحبوا بعض على قد ما تقدروا وخليك طيب وما تخافش الطيب في حما الطيب والله طيب لا يقبل إلا طيبة فتخيل بقى لربنا قبلك ماذا سيضع لك في قلوب الناس وقد إيه من الحب سيبذره لك حتى تستطيع أن تجدوا ظلالة وارفة في قلوب الناس قبل أن تجدوا في الحياة يا رب الهمنا رشدنا وجعلنا من الطيبين يا رب العالمين يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسره اللي دايما بتكون معنا وتفضل تكون باب ود بيننا وبينكم نقدر نوصل بيها ونتواصل بيها ونستقبل أسئلتكم المباركة اللي بنخصص ده وقت عشان نجاوب عليها وإحنا حسين فيها بودكم وبلطفكم وكرمكم أول سؤال عندنا بيقول زوجي دايما يقلل من شأني ويشعرني أني بلا قيمة أمام أبنائي لدرجة أنهم أحيانا يتجرأوا علي بالكلام ودايما بيقول لي أنا مش عايزك أنا سايبك عشان خاطر العيال ودايما سايب البيت بييجي عشان ينام وياكل وأنا دايما بحاول أرضي حكم الشرع إيه في معاملته لي طبعا أنا أخليني بس نخليها سؤالين حكم الشرع في معاملته ليك وكمان نزود عليها إزاي تقدر تعملي إيه في الحالة اللي أنت فيها دي أول حكم الشرع في معاملته ليكي دي إن دا والعاذه بالله حرام وإثم عظيم إثم عظيم إن الواحد يظلم حد ويأذيه ويعنفه وينال منه إثم عظيم إن واحد يكسر خاطر حد إثم عظيم إن واحد يأذي حد في نفسه رسول الله ما أرضيش إن الشخص يأذي حد وهو كان لسه مجلود ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن محدش يتعامل بعنفه خاصة لو كان زوجته فإزاي هو أن يقابل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي عيكون خصيمه لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال استوصب النساء خيرا فاللي بيحصل دا حرام لو على الوصف اللي حضرتك قل دي لا فهو حرام وما يسحش وما يجس شرعا ولو هو استمر فيه والعاذ بالله دا كان يبقى أحد أسباب ضييع من يعول أنت ربنا جعلها أمانة عشان تحافظ عليها فلما أفروض إن أنت تحافظ عليها مش تضيعها تضيعها لما هي تحس بقى إن زوجة بهنى وبهنى وسط الأولاد تحاول تبحث عن نفسها فتقع في الفتنة والعاذ بالله اللي بتعمله أنت دا أيها الزوج هذا باب من أبواب الفتنة باب من أبواب تضييع من تعول ولذلك هو اسم من أكبر الأثام إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول فاتق الله في زوجتك طيب الزوجة تعمل إيه بقى؟ الزوجة ببساطة خالص خالص أول حاجة هي محتاجة ثلاث حاجات أول حاجة تقعد مع الزوجة وتتكلمه وتستحمل إن هي تسأله أنت إيه اللي مش عاجبك فيها وأنا أصلحه فتسمعه وتسمعه بصدق وتتكلم معاه بقلب مفتوح وتحاول بقدر الإمكان إن هي تحاول تسأله عدة أسئلة إن الحاجة اللي أنت شايفها دي دي جديدة ولا قديمة طيب لو كانت قديمة أنت في رأيك نتخلص منها إزاي؟ طيب لو كانت جديدة حصلت إمتى؟ فنسأله فهو لما يجاوب إحنا ناخد بقى ده ونحاول نغير في نفسنا يبقى دي أول حاجة حاجة تانية ببساطة خالص إن إحنا نبتدي نغير شوية في نظام حياتنا نبدل في نظام حياتنا شوية نجدد في نظام حياتنا ننواضح ببساطة خالص إن الحاجة دي آثار تراكمات سببها عدم وجود حاجة جديدة في حياتنا فأحس بإن ما فيش قيمة لحضرتك أنت لحضرتك أي لكده زوجك بيقلل من شأنك لأنه هو مش شايفك فأنت لازم تخليه يرى أهميتك في هذا البيت بالعراق؟ لا مش بالعراق بالخناء؟ لا مش بالخناء أمال بإيه؟ بالجمال باللطف بالحسن بإن أنت تحاول بقدر الإمكان تخلي حياته معاك أكثر تجدداً أكثر تغيراً فنغير في نظام الحياة الحياة التالتة وببساطة خالص إن أنت تقرب شوية من اهتماماته واهتمامات الأولاد فلما تقرب من اهتماماته واهتمامات الأولاد ما يحسوش إن فيه فجوة بينك وبينهم وساعتها الأمور هتتغير لما نعمل التالت حاجات دولة فيه حاجات كتير هتتغير في حياتنا وحاجات كتير هتتبقى أحسن لو إن إحنا ماشينا في المسار ده نعم السؤال الثاني بيقول